بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أنا وقفت هنا عند هذه الآية الكريمة أنا هضغط كده كلكيمين على المكان اللي أنا وقفت فيه وشر كده من تاني هنا كده وبعدين أختار أجد هذا الاختيار نسخ عنوان للفيديو في الوقت الحالي أنسخه كده وبعدين أنزل في التعليقات تحت وأضع كده هذا الرابط في التعليقات هفترض الآن أننا هفتح مثلا صفحة جديدة ثانية خالص طبعا المصحف جامل بداية خالص زي ما احنا شايفين كده هرجع تاني التعليقات وشوف الرابط اللي أنا وضعت في التعليقات يظهر لي إن شاء الله تعالى أره جاي لسه من سبع عشرين ساني لأنا كنت ضغط علي من شوي أضغط كده أجد ما شاء الله يأتي من المكان الذي انتهيته وهي في حال السماع وأتابع إن شاء الله تبارك وتعالى نفس المكان يعني المصحفة يعني ما شاء الله يعني إنجاز كبير جدا جدا وشيء جميل غير مسبوق على اليوتيوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا القارئ وهذا الشيخ المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى عايزين بقى نعمل سباق ده ونشوف كل واحدة يختم القرآن مثلا يضع الروابط في التعليقات نعلم أنه انتهى إلى هذا المكان وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى وربنا تقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته